طيب أهم خبر طبعاً النهاردة هو بيان النادي الأهلي أو الخطاب اللي أرسله النادي الأهلي للاتحاد الدولي لكرة القدم وهو بخصوص طبعاً المستوى التحكيم الأفريكي المتدني جداً ده خطاب بعد الخطاب الأولاني اللي كان من يومين اللي أرسله أيضاً النادي الأهلي للاتحاد الأفريكي لكرة القدم لكن الواضح أن النادي الأهلي بياخد خطوات تدريجية مميزة جداً والحقيقة الحقيقة الواحد مبسوط قوي بالخطوات دي لأن ده شيء لابد منه لأن الأهلي تعرض لظلم كبير قوي على مدار سنوات عديدة سابقة من التحدي الأفريكي ومن التحكيم الأفريكي اللي تسبب في فقد النادي الأهلي لعدد من الألقاب الهمة بالتحديد بطولة دوري أبطال أفريكي سواء في النهائي نهايات هذه البطولة أو على مدار البطولة وبعض القرارات اللي كانت بتعطل النادي الأهلي على مدار هذه المباريات في أدوار مختلفة فبالتالي كان شيء مهم قوي أن النادي الأهلي ياخد هذه الخطوات التصعيدية التدريجية اللي حتكون بإذن الله تعالى في صالح النادي الأهلي هو النادي الأهلي عايز إيه؟ عايز فير في المباريات عايز الموضوع بشكل محايد حكم بشكل محايد اللي تشوفه حسبه إحنا مش عايزين أكتر من كده مش عايزين حد يكون في صفنا مش عايزين حد يكون في صف النادي الأهلي في الجانب التحكيمي لا إحنا نكسب بعض كفرة متنافسة في الملعب فنيا الجانب الفني الأفضل هو اللي يكسب الأهلي تكلم في أمور كتيرة جدا فخلينا أعرض لحضراتكم بيان النادي الأهلي في نقاط مهمة ومختصرة لبيان النادي الأهلي هذا البيان الهم جدا في البداية الأهلي الشاكو أقدمها للاتحاد الأفريكي وتتضمن أخطاء الحكم البوتسواني جوشوا بوندو في مباراة النجم الساحلي وأن هذا الحكم تغاد عن عدد من الأمور الهمة على مدار أحداث هذه المباراة اللي كانت في ملعب رادس بتونس في مستهل دور المجمعات من بطولة دوري أبطال الأفريكي الأخطاء تتمثل في إيه؟ بتتمثل في فقد النادي الأهلي لأحد لاعبي بعد مرور 12 دقيقة من انطلاق المباراة في قرار تحكيمي خاطئ جدا وكل الأمور التي قد تدفع أي حكم لإخراج البطاقة الحمراء لللاعب ما كانتش متوفرة أو معظمة أو أهمها اللي لازم أنت عشان تيجي تطلع بطاقة حمراء للعيب في شروط معينة تبقى كمان للقانون الجديد للتحكيم أو لكرة القدم فبالتالي كلها أمور مهمة ده أول أمر الأمر الثاني أنه تجاهل عدم احتساب ضرب الجزاء واضحة لصالح النادي الأهلي لو تفتكروا مع هدركوا مع بعض كده نفتكر الكرة اللي كانت بتاعت حسين الشاحات وإحنا قلنا لحركوا قبل كده لما كانت داخل منطقة الجزاء فريق النجم الساحلي في الشروط الأول والكرة مشيت على إيد مدافع النجم الساحلي وما حسبهاش أيضا الحكم ألا بوتسواني جوشوة بوندو كمان من ضمن الأمور أهضر الحكم الوقت القانوني للممراه ما بين استبدالات اللاعبين وما بين الإصابات اللي اتعرض لها بعض اللاعبين وتضيع الوقت من قبل تقريبا خمس أو ست اللاعبين على مدار الشروط الثاني من فريق النجم الساحلي كل الأمور دي ما حسبهاش وما حسبهاش الحكم جوشوة بوندو واكتفى باحتساب ثلاث دقائق وقت بدل ضائع فقط بالنسبة لهذه المغبرة وده شيء غير حيادي بالمرة لم يوفر بوتسواني الحماية التي يكفلها القانون للعاب الأهلي داخل الملعب وخرج الملعب كان فيه مشادات عديدة جدا كارج الملعب وشفناها وداخل الملعب شفناها الحكم فين دوره هنا ما كانش موجود ما حاماش النادي الأهلي من هذه المشادات وبالنسبة هو الحماية بتبقى اللاعب الفارقين انت ما حامتش انت وطرت المباراة عملت عصبية كبيرة في المباراة فبالتالي كان فيه مشادات كتيرة جدا بالتالي ضاع وقت كتير قوي من أحداث المباراة وما حسبتوش في نهاية المباراة من خلال الوقت بدل ضائع وكتفيت بتلت دقائق بس أشار كمان الخطاب أو الشكوى أشارت ان الحكم جشوى بندو أدار مباراة سابقة لنادي الأهلي هي المباراة على طول اللي قبل مباراة النجم الساحلي في نفس البطولة دوري 32 بطولة دورة أبطال أفريقيا احنا لعبنا مين؟ كانو سبورت المباراة التانية كان جشوى بندو هو الحكم وده أمر غير لوائحي بالمر ما كانش موجود في اللوايح انت عادي ان انت تجيب حكم يدير مباراتين وراء بعض في البطولة لنفس الفريق فده أمر غير قانوني أو مش موجود في الليح احنا كان عندنا مباراة ملعب برج العرب مع كانو سبورت يوم 28 تسعة 2019 ونفس الحكم هو لقدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي في مستهل دور المجموعات وده أمر غير طبيعي الظلم التحكيمي الذي اتعرض له فريق القرى لم يكن للمرة الأول لا احنا بقالنا فترة كبيرة في الموضوع ده كذا سنة يعني ابتدي كده من ايه؟ من 2007 من 2007 النهائي النجم الساحلي وكأن فيه يعني ايه؟ تعبط في عدم تتويج النادي الأهلي باللقب لأن النادي الأهلي بيكسب ألقاب كتيرة بدور الأبطال الأفريقية وهو المتصدر لا يا جماعة شكل القرى كده مش حل احنا عايزين فرق تانية ده أخدوا بطولة ده حصل من خلال مباراتي ازهاب والقياب في 2007 أمام النجم الساحلي وحصل في 2010 بإيد إنرامو وحصل في 2016 و2017 بعض الأخطاء التحكمية في النهايات وعلى مدار البطولة النادي الأهلي بيفكر التحدي الدولي للكرة القدم بواقعة لامبتي الحكم الغاني اللي اتشاطب واللي كان خلاص اتفضح هو أحد مرتاشي واكتشفوا بعد كده الكلام ده مؤخرا بعد إيه؟ بعد ما خلاص النادي الأهلي فقط بطولات عديدة والنادي الأهلي كمان في الشكوى بتاعته بيقول الاتحاد الدولي إيه باللوم يا جماعة احنا بنصرف كتير جدا عن فريق و بنحاول نقوي من نفسنا من الجانب الفني على مستوى اللاعبين أو من الجانب الجهاز الفني بالتحديد ومدير فني بي سي في محترم بنجيبه بتاعه و بنعمل مجهود كبير جدا عشان نقصب البطولة بشكل جيد وبحيادية كبير لكن الوضح أن فيه تعمد من الاتحاد الكاف الاتحاد الأفريقي لقرة القدم فبالتالي أمور كتيرة جدا تطرق لها النادي الأهلي في هذه الشكوى طيب ترفع كثيرا الشكوى عن الأخطاء التحكمية نظر لكيمة نادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجا بالبطولات الأهلي ترفع عن تقديم شكوى قبل كده أو شكاوي قبل كده بخصوص هذا الجزء لأن الأمور فاقت كل الحدود فبالتالي نادي الأهلي قرر أنه يتقدم بهذه الشكوى هو النادي كان ترفع وقال يا جماعة إحنا نادي كبير خلاص مش هنتكلم يا جماعة أكيد حيبقى فيه تطور في مستوى الحكام أكيد حيبقى فيه فار أكيد حيبقى فيه قوات مهمة من الاتحاد الأفريقي ولجمة الحكام بالاتحاد علشان تحسد من مستوى الحكام الأفريق وتحقق في بعض مستوياتهم وبعض الأمور اللي حصلت منهم على مدار مباريات مختلفة في بطول الدوري أبطال الأفريقي لكن الأمر فاقت كل الحدود للأسف ودي حقيقة وآخرهم مباراة النجم السحلي الأخير ترجمة نانسي قنقر